معايا على الزوم المحامية فاطمة عبد الحميد المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية أهلا بحضرتك وستاذة فاطمة نحن ناقش الليلة قانون الأحوال الشخصية القديم وازاي نشيل الصغرات اللي فيه بحيث ان احنا نطلع قانون أحوال شخصية يفيد الأسرة المصرية كلها ما يبقاش فيه قانون مع الراجل أو قانون مع السيد احنا محتاجين قانون أحوال شخصية لصالح الأسرة المصرية من خلال خبرة حضرتك في محاكم الأحوال الشخصية هل موضوع الخطوبة ومشاكل فسخ الخطوبة بتشوف يلو قضايا كتير في المحاكم هل حضرتك شايفة ان احنا محتاجين ان احنا نقنن موضوع الخطوبة؟ حضرتك هو المفروض ان الخطوبة دي فترة للتعارف بين الشخصين يعني الست والراجل يعني انهم فترة التعارف بينهم علشان يبدأوا يعني بعد كده حياة زوجية سليمة فترة الخطوبة دي حضرتك مفروض ان هي فترة تعارف بين الاثنين كل واحد فيهم بيحاول يقرب فكره للتانية علشان هيكونوا بعد كده حياة زوجية نعمل في قانون العقوبات او نعمل في قانون الاحوال الشخصية الجديد بنود تشرع او تعمل مبادئ لحكم العلاقة ما بين الطرفين في الخطوبة او نعمل عقوبات على اللي بيفسخ الخطوبة انه يرجع الشبكة يعمل اللي بيشهر الكلام ده كله نكتبه في قانون احوال شخصية ولا لا ولا مش المفروض لا هو المفروض ان احنا في حالة التشهير اه نقنن الموضوع ده لكن انا حضرتك ما قدرش علاقات اجتماعية انسانية اقننهم انا بغض لو داخل على علاقة زي كده قانون العقوبات الموجود عندنا يكفي ان احنا نعالج او نعاقب اللي بيشهر بالتاني ولا محتاجين نعمل قوانين او بنود في قوانين مخصوصة في قانون الاحوال الشخصية هل قانون العقوبات المصري يكفي ولا بنحتاج في قانون الاحوال الشخصية في خط البند ده الاحوال الشخصية حضرتك بس انك مقدرش جرده في فترة الخطوبة دي فترة تعارف قال لي حدا هيقدم على علاقة خطوبة بينه وبين اي بنت يعني هجرمته الموضوع ده هيخاف يقدم عليها فانا حضرتك يعني معلش يعني مخارب بتقولي حكومه تنقدتين دلوقتي فاهميني احذيت معاني راقب لا حضرتك يعني انا هنا بجرم في حالة ايه هاي في حالة التشهير اه ايوة اذا كان الخطيب هيشهر به او هيفعل اي فعل ان شاء له انه هو يقلل منها ايوة انا معاك هناك ان انا بجرم لكن حضرتك على العموم ما ادرش يعني اكلي الموضوع ده على العموم ما يمتعش تمام طيب اصيب موضوع الشكة والهدايا زي ما بيحصل في العرف عندنا ولا كمان احط بنود في قانون الاحوال الشخصية الجديدة بهذا الشهر انا بقى حضرتك مع العرف ان اذا كانت معلش الخطيبة هي سايبة الخطيب لازبقت خصتها هي فهي ترجع له نكتب ده في القانون نكتب ده في القانون الجديد ولا لا ولا نسيبه كده انا عايزة ده في القانون لا ما انا اي وقت ده حاجمش في القانون القديم انا عايزة ده في القانون الجديد اذا كان السبب راجع الى الزوجة ويبقى سلطة تقديرية القاضي سوريا للخطيبة ويبقى سلطة تقديرية القاضي الموضوع ان هو يكايف الحالة دي اذا كانت السبب دي ترجع للخطيبة خليني انتقل مع حضرتك لنقطة تانية سن الجواز سن الجواز هل حضرتك من خلال وجودك في المحاكم الاحوال الشخصية بتشوفي عدد قضايا كتيرة تتعلق بسن الجواز لا حضرتك انا بشوف كتير جدا يتعلق بسن الجواز طبعا في كتير جدا من المقاذين في القوة بيعقدوا اقل من سن 18 سنة وده بيقابلنا موابهة كبيرة جدا في اقامة الدعاوة انه في حالة ان انا هرفع دعاوة لا تقبل ودامة محكمة دون سن 18 سنة حضرتك بتقول لنا نقطة خطيرة جدا اللي هتتجوز تحت سن 18 سنة هي مش هتقدر ترمي المحكمة عشان تفتحول يا لو هي محتاجة طبعا طبعا حضرتك فلازم تبرضو يقنن في القانون الجديد ان انا طب لو هي في حالة بقى المقذون كتب لها دون سن 18 لازم المقذون ده كمان يعقب ويحاسب الوالد بتاعها يعقب ويحاسب لازم حضرتك والقضايا دي لازم تقنن في الوقت ده لازم من القانون يقنن ووضعها هيكون ايه حقوقها هتكون ايه لان دي مشكلة احنا فعلا بنواجهها اشكرك شكرا جزيلا محمية فاطمة عبد الحميد المتخصصة في قضايا الاحوال الشخصية